هرباً من معاناتهم المتجددة وجد أهالي منطقة الحامضية في جزيرة رمادي ضلتهم في مياه النهر مع عدم توفر أبسط مقومات الحياة في المنطقة حيث لا تختلف معاناة السكان هنا كثيراً عن بقية مناطق محافظة الأنبار فارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية رفقه غياب مزمن للخدمات الأساسية مي ما يجي لنا مي ليش لنا كهرباء ماكو كهرباء ماكو المجمعات كل ثماعات تشتغل عندنا ليش الله يرضاها حتى سعر الأنبار صار عددنا 25 ألف احنا رواتب ماكو طلعنا متقاعدين ماكو رواتب الجو حار وين نروح احنا احنا وين نروح المحافظ وينه قل يجي يشوف يفتر على المناطق يجي يشوفه خلي يجي يشوفه منطقة الحامضية كهرباء ماكو فرد نوب نحن كمحافظة الأنبار نعاني من انقطاع الكهرباء التام كهرباء ماكو والصيف حار جو درجة الحرارة تصل فوق الخمسين حرارة قوية الأنبير مال الموليد يصل 25 ألف و23 ألف اكثر الناس ماعدها ما تقدر تدفع اكو ناس تقدر اكو ناس ما تقدر يعني موضوع الكهرباء عندها محافظة الأنبار تعبان إلى حد ما تعبانوا بدرجة يعني نطالب المحافظ نطالب المسؤولين بتحسن الوضع الكهرباء في المحافظة وضع المحافظة حيث تعبان من ناحية الكهرباء جدا جدا متردي ويقول لسنح لسكان ان هذه الأزمة التي يعيشونها لا تعكس سوى جزء ضئيل من الإهمال الحكومي الذي يلقي بظلاله الطويلة على أبناء محافظة الأنبار منذ أكثر من ثمانية عشر عاما واقع الكهرباء واقع مخزي وفاضح في هذا البلد والسبب أنه كل الحكومات والوزارات متعاقبة ما عملت عنه على إعادة الكهرباء بشكل عملي وبشكل علمي الاعتماد على الكثير من السماسرة والاعتماد على كثير من الشركات اللي لم تكن وهمية فهي أقرب إلى الوهمية هذا أدى إلى ضياع وفساد كبير في مفاصل تلك الوزارات حكومة هيوان ماكو حكومة حكومة أمنية للحكومة لو عدنا حكومة كانت طولنا تعويض بيوتنا اللي وقعت صارها أربع سنين وتدفع فلوس ويرفعونها لبغداد وبغداد تنام وماكو حد يرجعلك إياها وفي أوج الدعاية السياسية وتسارع آلة الإنجازات الوهمية قبيل موسم الانتخابات المقبل يواصل سكان الأنبار دفع ثمن الفساد الذي تغلغل في جميع مفاصل الدولة ترجمة نانسي قنقر